اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممكن يخلق عددات التقاريد حتى على البنت في المجتمع المصري أو في المجتمع الفرنسي كما أنت كنت تجسدي في المصر حقاً الكابتو يولد انفجار أي كابتو في الدنيا يولد انفجار وأنا مش مع أن أي حد الوسط خيروا الأمور الوسط في كل حاجة أنا مش مع أن الناس تخنق أو تقفل على حد مش صح يعني المفوض دي فيه سيقة ومفوض دي فيه تفاهم المفوض دي فيه تعرف على الحياة على الحاجات علشان البني آدم تطرش أن هو يغلط أو يعمل حاجة من وراء حد عشان ما يفجورش شايفة إزاي حرية المرأة في المجتمع بتاعنا كمجتمعات عربية شايفة إيه من أني ناحل هل المرأة وغدا حقاها أن فيه حرية هل مطلوب أن يكون فيه حرية أكتر لها هل شايفة وجهة نظر الراجل في حرية المرأة دي شايفة أن فيه حرية وشايفة أن المرأة دلوقتي بقى فيه تقدم بقى فيه تطور كويس جدا نابقت بتاخد مناصب وكل الكلام ده بس مجتمعنا تعبير وش الكفاية دعا فيه جهل كتير يعني فيه حرية وكل حاجة بس برضو ما فيش الواحد مش عارف يمارس الحرية دي براحته الواحد بيبقى ماشي في الشارع خايف ما بيبقاش ماشي حاسس بالأمان يعني بقى خايفة موظم الوقت وأنا ماشي في الشارع هل كان المصرحية تانية تعامل مع محمد مهران كمخرج وكمؤلف شايفة ازاي؟ لا مع مهران بني قدم موهوب بني قدم محترم وملتزم وما بيدايقش حد خالص يعني ياريت اشتغل معي على طول يعني ياريت كل المخرجين زي محمد مهران هل تخفتش لما تعالى مصرحية وكان فيها مصرحية اتعادت عبر قبل كده كان لها عارض قبل كده ببعنا التانيين بناس تانية؟ خفت جدا طبعا خفت جدا 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 بس هيا الفكرة كلها المهران جي عارض معي على الموضوع بالنسب لي هيا تجربة وانا حبيت تجربة دي واحترامت فكرة ان مهران عايزني معاه وقلت احنا نلعب يعني احنا عايزين نعمل كده نجرب حاجة هم عارضهم فانا كنت ضيفة معاهم بس بسراحة بسطة يعني كلم وضغط الموضوع اللي ما اعرفش هند عبد الحليم عايزين نعرف انترسة في المعهد ولا خلصت الدراسة لا انا داخل سنة تالتة في معاهد في مصرحية اصلا هم ولا موازي لا موازي بس ده ده عن الدراسة يعني جديد كيف الفترة الجاية غير مصرحية الدراسة انه سنتبه من انتبه et ايام ساتر ايجباري ساتر ايجباري بطولة كليم فهمي واماد فهمي وخالد سليم هنا ايام الممثلين كثير قوي ايام ومعي محمود حجايزي على فكرة في ايام ايام في العرب الراوحي اصياس المحمود حميدة تراحية حمد فلاوكاس لدينا كثير قوي إيام دورك هنا ايام لا دي بقى قصة بقى نبقى نتفرق إن شاء الله نبقى نتفرج مصرحيات تعالز في مهرجان في بولندا شايفة إزاي فكرة الصفر بالعرض دوت وهل ممكن نحق جائزة هناك يعني والله كلنا نتمنى أن ناخد جوائز وموضوع في حد زيتو دي حاجة بتشارف مصر فهدي حاجة كويسة جداً حاجة وسطانة التوفيق هند وإن شاء الله ربنا وفاقكم بولندا وترجعوننا بجيت نيز مرسي ليك شكراً لكم اشتركوا في القناة